بدأت فنلندا في الاستعانة بكلاب مدربة على رصد فيروس كورونا المستجد بمطار هلسينكي فانتا في إطار مشروع تجريبي بالتزامن مع إجراء الفحوص العادية الأخرى بالمطار ودرب متطوعون فريقاً من 15 كلباً و10 مدربين لآداء المهمة تحت رعاية عيادة بيطرية خاصة ومن بين الفريق الكلب قوشي وهو كلب إنقاذ إسباني تدرب على استخدام حاسة الشم في فنلندا وكان يعمل من قبل في اكتشاف الأورام السرطانية ولم تثبت أي دراسة علمية كفاءة الكلاب في اكتشاف الإصابة بكورونا لذا يتم توجيه من يتطوع من الركاب ويشتبه بإصابته بالفيروس للخضوع إلى الفحص لإجراء مسحة لتأكيد النتيجة وفي الاختبار يمسح الراكب عنقه بقطعة من الشاش ويضعها في علبة من الصفيح تسلم إلى غرفة أخرى حتى يشمها الكلب ويعطي نتيجة فورية وتقول أن هلم بيوركيمان وهي أستاذة مساعدة بجامعة هلسينكي متخصصة في الأبحاث السريرية الخاصة بالحيوانات الأليفة إن فريق العلماء وجدوا في بحثهم أن الكلاب تكتشف المرض قبل خمسة أيام من ظهور الأعراض السريرية على المرضى وأشارت هلم بيوركيمان إلى أن الكلاب في البرنامج اقتربت من نسبة حساسية مئة في المئة أحمد السيد رويترس